أهلا ومرحباكم مشاهديننا الكرام ومشاهداتنا الكريمات في حلقة جديدة من أشياء صغيرة برنامجنا الليلة حيواصل كلام عن موضوعنا الفتحناه قبل حلقتين عن التحرش الجنسي وبدأناه كان بالتحرش الجنسي بالنساء ومرنا بالتحرش الجنسي بالأطفال عشان الرجال ما يزعلوا مننا ويقولوا عننا انتهتنا حقوقهم الليلة حنتكلم عن موضوع التحرش الجنسي بالرجال في البداية خلونا نرحب بضيوفنا معنا في الأستوديو الأستاذة سامية الهاشمي المحامية ورئيسة مجموعة مدعونات للعون القانوني مرحب بيك أستاذة سامية بنرحب بردو بالأستاذ بدردين أبو البراء الباحث في مجال الفكرة الإسلامية مرحب بيك أستاذ بدردين أبو البراء وبردو بنرحب بيضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة محمد عثمان مكي الأخصائية الاجتماعية ومديرة مركز الإكليل للعون النفسي وللإرشاد النفسي والخدمات النفسية والتدريب مرحب بيك أستاذة فاطمة مرحب عليكم السلام موضوع التحرش الجنسي من المواضيع بالرجال يعني من المواضيع الطرقة في المحيط الإقليمي حولنا يعني في كثير من الدول العربية كان كثير من الكلام حول الموضوع ده في باحثة دكتورة مصرية اسمها مونة السيد هي أستاذة في علم الاجتماع قالت أن المرأة تتحرش بالرجل مثلما يتحرش الرجل بها لكن الرجل باحتباره رجلا يخجل من الاحتراف بهذه الحقيقة قليلا ما يشكو قليلا ما يتصرف الرجل بأن يشك المرأة بدبوس مثلا أو أن يجرجر إلى قسم الشرطة المرأة المتحرشة تتحرش بالرجل وهي على ثقة ويقين في أنها في مأمن ولن تقع تحت طائلة القانون في قطر أيضا في الفترة الفاترة تهتمت الصحف بهذا الموضوع وكتبت صحيفة بخضعة رجل تقول أن ظاهرة تحرش النساء بالرجال هي ظاهرة جديدة في قطر في المغرب أيضا هناك حديث عن تنامي الظاهرة حتى على المستوى الأفريقي نجد أن هناك حديث عن عنف تجاه الرجل ولكن بصورة أقل من المجتمعات العربية خلونا مع بعض نشوف هل في مجتمعنا السوداني في تحرش بالرجال؟ نعم هناك حالات تحت في تحرش بالرجال بتتم النساء وأنا شخصيا اتعرضت العدد من المواقف وعدد من الحالات تحت في تحرش وأذكر أنا كنت في بيت إيريس مناسبة. تخصني تخصني جدا يعني. فوقت الحفلة والناس من شغلين بالحفلة. في سيدة وامرأة متزوجة. طلبت مني اني اجي اجيب لا اجزازة بيبسي. وانا كان وقتها عمري حوالي اربع وعشرين سنة. ولما طلبت مني اجزازة بيبسي حقيقة انا حسيت انه كان حتى الطلب كان شكله غريب. جات وكفة الدنبي شدد جدا. حسيت انه في حاجة ما الطبيعية يعني. وهي بتطلب مني اني اجي بلادي وسط البيبسي. البيبسي حقيقة كان في حيطة ظلام. في غرفة مظلمة تماما يعني. فمشيت ولقيتها هي بتتبعني من ورا وماشى وراي. لما نوصلتها. وكانت برضو ماشى قريب جدا مني. لما نوصلتها بديت اه دنجرتها في البرميل فيه موية وفيه البيبسي كالعادة. فبديت ابحث عن جزازة البيبسي. وفاجأ بانه المرأة جات التصغط فيني شديد جدا من الخلف. ففي الاول اتوترتها مقدرت اعمل اتصرف. انزعجتها جدا من تصرفها. حاولت ابعد الفكرة لكن بعد شوية تتجرب مني اكتر كل شوية. تتجرب مني اكتر. بعد شوية بدت تضمني عليها شديد جدا من الخلف يعني. فبعد شوية حاولتني بدت يعني التقبل فيني وكده وتحضني الضمني على شديد خالص. فالمهم في الاول ان المفاجأة ان المفاجأة كنت واقفة بتخليتها تعمل الحاجة الدائرية يعني بكل تفاصيلها. ثم بسطة منها كده وطلحتها. خليتها واقفة في الغرفة. اه حالات كثيرة جدا بتاع التحرش بتتم في المواصلات مسلا. انت تكون راكل. بتكون واحدة قاعدة قدامك في المواصلات او جنبك. بتعاين لك بالنظرات غريبة جدا 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 بتستدرجك بيها. بتستدرجك بالنظراتها كده في الاول. بعد شوية هي انت ما انت كرجل بترفض انك تكسر عيانك والدنجر منها. تلقا لسه هي مستمرة تعين لك. بعد شوية تبتدي تعاين لك بصورة ايحائية جدا. تعاين لك والدنجر. تعاين لك وتبتسم. وانت نظرك مركز معها. اه في كثير من الحالات هلما انتنزل في المحطاتها. التوفرد تنزل تتبعها بتشير لك كده. وفي الحالة دي التمرات بتلقى روحة كده كدام حالة بتاعت استدراج. دعا سباب كثيرة. واحدة بتكون دارة تستدرجك عشان تستنزفك بعد شوية تبقى علاقة وتتكسب منك يعني ماديا حتى العلاقة دي بتكون علاقة مدفوعة القيمة يعني. الحقيقة انت كرجل ما بتحس باي اهانة. يعني مثلا بتتعرض لك الحالة دي في الاول في انا في اول ما تعرضتها في المرة الاولى. المرات الاولى كنت بسعر بالمفاجأة يعني يا تفاجأ من مسهلة دي يوم بتترتبق جدا. لانك كنت حسبت صورة نماطية لعندك في ذهنك انت المفروض تتحرش بالمرأة ما مفروض تتحرش بك. فلما تتكسر الحكاية دي في الاول انت بتتوتر وترتبك. انا بيمرر الزمن لما تعرضت للحاجة دي اكتر من مرة بديتت اتعامل معها بصورة عادية جدا يعني ما قاعد ارتبك وكده وبشوف الكيس دي بيقى يمر باي عادي. ما بشعر بيهانة. بقدري ما بشعر بانه والله بزهو انت كرجل يعني انك كنت مطلوب وانه النساء دي بيتحرشوا بيك وبعين ريك ده طريقة غريبة وكده. نبدأ بك يا استاذة سامية هل يحتبر هذا تحرش بالرجال يعني حسب ما ذكره سيد سين الضحية وشي هو اقر طبعا وجود تحرش بالرجال في مجتمعنا السوداني. فهنت من قصة شكرا يا استاذة امل فعلا الموضوع ده يعني موضوع نقدر نقول عليه شائك يعني ما من السهولة ناس يعني نتكلم فيه لكننا مفتكر اننا كناس ناشطين اجتماعيا بتحتم علينا انه اول حاجة يعني نعترف بوجود الظاهرة اذا كانت موجودة ونبتدى نحللها ونتعامل معها. يعني النكران المطلق يعني ما بيفيدنا في شي بالعكس يعني اذا في مشكلة ما منقدر نعالي يعني اذا كنا من حيث المبدأ. الشيء الثاني برضو. هل احنا ممكن نقول انها هي ظاهرة يعني ممكن. هي ما وصلت حد الظاهرة يعني انا بالنسبة لي هي الظاهرة ديشنو انه هي فيه سلوك موجود في المجتمع بحيث انه يعني ممكن نتحرش بالاطفال ظاهرة يعني حاجة متكررة لكن التحرش النساء بالرجال هو موجود بس ما وصل حد الظاهرة بحيث انه يعني هو غريب او مش غريب ما متكرر بال بالكثافة ان نقدر يعني نصفه بينه ظاهرة. طيب بنسألك يا استاذة فاطمة برحبك مرة تانية بنسألك يعني هل تحرش بالرجال يعني ظاهرة تحرش النساء بالرجال هل هو ظاهرة هل هو يعني مشكلة نفسية مشكلة اجتماعية والحاصل شنو؟ هاي بداية اه برحب الاخوان في الستوديو برحبك واذا طرفت الليلة زي ما نقوله كده ذكيتي باب صعب جدا ولكن الحديث عن الثاني بداية اول حاجة هي ليس الظاهرة عبدا ما وصلت حد الظاهرة خاصة في مجتمعنا السوداني ده السلوك موجود وموجود بالقدم يعني ليس اليوم ولكن لم يصل الى حد الظاهرة طيب وعنده اسبابه الاجتماعية وعنده الاسبابه النفسية طيب في الحالة بتاعت الضحية القدامنا لو صحينا ضحية لانه هو قال انه يعني ما حاس باي يعني اهانة لكرامته بالعكس كان حاسي بالزهو هل احنا بنحتبر ضحية اولة؟ اول حاجة هو ما ضحية يعني ما بيختبر ضحية في لغة يعني في لغة مشتركة بتكون بين الطرفين في اي علاقة او في اي سلوك اما في حالة الاحتداء على الاطفال او التحرش على الاطفال لكن في حالة الظاهرة بين الراشدين في لغة متخدمة اذا في اتجابه من الطرف الثاني لهذه اللغة او لهذه الاشارة الطرف الثاني بيمشي فيها او الطرف الاول لكن يا استاذ فاطمة احنا يعني من الحلقة الاولى يعني عرفنا التحرش بانه هو انتهاك لحميمية الجسد او لخصوصية الجسد يعني انت فعل ما بيتم بالاتفاق هو فعل بيتم بالتعدي يعني في بيحصل استجابه من الطرف الثاني حتى لو كانت استجابة نفسية ما حصل فيها فعل او حصل فاثلو لكن بيحصل استجابة بيحصل احساس هي عبارة عن شون هي عبارة عن يعني سايكو كيميكا هي حاجات كيميائية بتكون بين الطرفين لكن انتي لو تابعت معانا يعني كان بالنسبة للمرأة انه فيه احساس بيعني انتهاك الكرامة انتهاك الانسانية لكن هاسي بالنسبة للرجل ما فيه الاحساس المرأة طبعت بالحياة المرأة يعني مقلفة بالادة بانها تحفظ نفسها وما الى ذلك وحتى الرجل يجب ان يعني يندرك تحت قائمة الحياة والحفاظ على يعني ده جانب الجوارب الصدوصية المهمة جدا جدا للسلوك الجنسي يعني سلوك يجب ان يكون فيه قدر عالي من الخصوصية ويجب ان يكون فيه قدر عالي من الحياة ومن الادف في التعامل عسان يحتفظ بقيمته الانسانية طيب نرجع لك يا استاذ بدر الدين يعني هو اتعرض لتحرش يعني اتعرض هو ما عنده زنب في الكلام هو حسب كلامه حتى ما عارف انه الموضوع ماشي الاتجاه زي بتاع تحرش ده مولانا يتكلم عايزة يعني الحكاية الحكاسية دي هي فيها جزئين في جزء انا بتصور انه هو تعرض لتحرش لكن القصة التانية الحكاية في المواصلات وكذا يعني دي ما بعتقدمه انا باتفق مع الاستاذة فاطمة انه ده لكن القصة الاولى بتاعته هي كانت يعني اخذ على حين غره وبدون مؤفدته كده يعني نعم طيب نشوف يعني يعني الرأي الفقهي يعني دايما يعني ناس بتكلموا عن تحرش الرجل بالمرأة والدين بتكلم عن يعني وضع الرجل في موقف المتحرش وكذا ما زي يعني في وابع انه المرأة هي المتحرشة بسم الله الرحمن الرحيم يعني إلا ما نتكلم عن تحرش يعني إذا بنتكلم عن انه تتحرش المرأة للرجل يمكن القرآن صاق بالصدق سيدنا يوسف يعني يمكن اول حادثة موجودة في انه المرأة ومرأة العزيز وشاب مملوك عندها وهو شاب ومعنده زوجة شكله جميل شكله جميل وبعد ذاك غلغت الأبواب وأحكمت الإقلاق ودعته يعني وغيبت الرقبات وهو بعد ذاك رفض يعني دا كان تحرش كامل الدسم يعني كامل الأدلة كله والبينة وكل حاجات دي مش كده بسأل ساني حقيقي يوه وبعد ذاك المجتمع بس سياقه الموجود فيه المجتمع يعني المجتمع أنكر عليها هي يعني يعني المجتمع كيفية تتحرش بها وبعد ذاك هي لما أرادت أن تجاوب ما ظاهر القصة أنه دعتهم أعدت لهم متكأة ثم قال تخرج عليها يعني كأنها أقرت في أنه دل يعني يعني الذي حملني على أن أتحرش هذا الفعل مع أنها أمام زوجها أنكرت أن تكون هي الفائل طيب السياق الآن الإنكار بيجي وين الآن لو نفترض أنه عندنا في السودان سواء حالة أو حالة أو ضايرة السلوك التربية النظرة العامة التربية التنشئة الموجودة ذكورية طبعا يعني ما بتضرر في الرجلات بتضرر في المرأة كيف تتحرمنا بمعنى أنه يعني يعني أي فعل يفعل الرجل أي فعل مبرر مبرر وبعد ذلك يعني مغير يعني بعد ذلك ما بيحاسب عليه يعني بعد ذلك ما بقوله لي والله أنت طيب إحنا هسي برضو لاحظنا أنه هو كلامه يعني الزهو يعني استجابة ما حسى أصلا أنه الموضوع فيه يعني خلينا دمع بطل فرس هو أصلا هنا يعني يعني يا أستاذ أسامي ممكن هو ما بيساءل عليه يعني المرأة هي حتى لو فعلت الفعل يعني نفترض أنه هي الآن امرأة ضحية وتم عليها الفداء وبعد ذلك تعالجها للقضية لكن تظل باقي سما وصمة فيها وصمة إلاف الرجل نعم يعني حتى لو هي الفاعلة للتحرش يا أستاذ أساميه يعني دائما التحرش مثلا بالنسبة للمرأة للطفل دائما بيكون تحرش من الأقوى للأضعف فلكن يبدو أنه التحرش يعني التحرش المرأة بالرجل هو تحرش الأضعف بالأقوى وطي أنا ما دار أخذتها يعني بالطريقة بتاعتها يعني فريغ الضعفاء وفريغ الأقوى أنا بفتكر يعني هو التحرش أصلا بيتم يعني في وضعيات يعني في مختلفة يعني منه يعني متين المرأة بتتحرش بالريل هل في محيط العمل في المواصلات في الدراسة الجامعات مثلا وكذا أنا يعني حد علمي أنه يعني ويمكن أنت لما تكلمت معي في موضوع الحلقة عما حاولت أعمل زي استقراء لآراء شباب وناس في أماكن مختلفة يعني فيعني قدرنا حوار بحيث أنه ما منقدر نقول توصلنا لنتيجة بحث لكن بل استقراء العمل عملناه أنه التحرش يعني اللي بيتم مثلا من النساء تياه الرجال ده بيتم في الشارع شارع الله والرسول له لكن في أماكن عمل وماكن دراسة يعني من النادر اللي لم يكن من المحاكم ما هو يا أستاذة إممكن ما بيوصلكم في المحاكم وفي المتاتب وفي المحامين أنا أصلا 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 يعني هذا هو أتكلم إنه هما ما في رجل يعني بيمشي يشتكي بولت آي لكن إحنا كبس ناس برغمين ما في يعني شاب بيقوم يشيل الدبوس يشك بيه أيوة أيوة شاب بي خرش بيه يعني حتى الآن يمكن الطاقير الأب ساحس هو بتكلم وبتكلم من وجهة نظر قانونية بتكلم ولا يعني وضعي فينانا بس هم بكون في المحاكم وشايفة الحاصل طيب انت خلينا يعني من وجهة نظر قانونية يعني أنتو هسا دايما يعني متكلم عن إنه المرأة المتحرج بيا المرأة الرجل بتحرج بالمرأة يعني أنتو في يعني في حواء يعني بتمر بيكم يعني حواء أحداث بتاعت إنه رجال بيجوا يشتكوا إنه تم تحرج بهم من نساء ممكن تصل لمحكمون وكل هو عنده حق ونه تحرج به وكلا يعني هي بيكون أصلا يعني إجابة على سؤالي بيكون في معرض دفاع عن نفسه إنه هو مثلا إذا في قضية عندها علاقة في الغالب بيمكن أنا الآن استحضرت قضية معينة قضية بتاعت اقتصاب يعني طفلة يافعة من رجل رجل كبير فقال هي يعني أدته نمرة التلفون وهي اتصلت يعني دائر يدافع عن نفسه بإنه هي تحرشت به يعني الدفاع ما كان مقبوله كده لكن أنا يعني ما عايزة أقفز من فوق المواضيع بس عايزة أرجع لي ناخد برضو رأي الأستاذة فاطمة في إنه يعني نفسية المرأة المتحرشة يعني هس إحنا السيد سينجل إنه هي امرأة متزوجة يعني حتى يعني زولة محصنة عندها زوج زوجة موجود فمشكلة شنو حاصل شنو فيما يني الجانب بي يعني التحرش الذي يحكم من النساء المتزوجيات عادة بيكون بعانوا من مشاكل أسرية خاصة في العلاقات الخاصة طبيعة شنو المشاكل دي يعني مشاكل يتزوجة يتزوجة عنده مشكلة يعني يكون فيه بيكون مثلا مشكلة في بيروت جنسي سيدة زوجة غير موجود لأنه البنات ما بيميلوا لأنهم يتحرشوا حفاظا على نفسهم قد تتحرش بي لبسة بي نظراتة بي مشيتة مثلا يعني مايعة في الشارع أو بي طريقة لافتة أو هكذا لكن لا تتحرش لحد العلاقات الجنسية النساء المتزوجات لما نحطر منهم تحرش بي شباب عادة الشخصية اللي قميلوا لأنه يتحرشوا بيها بتكون شخصية نفسية يعني شاب معجب بي نفسه أنية يعني زي الحالتين اللي هو تكلمينه المزألة دي عجبته ما رفضت كرجل ما رفضت لأنها عززت من إحساسه بيرجولته وما إلى ذلك ولكن الشخصية بتعطى المرأة المتزوجة اللي قميل لأنها هي تتحرش أو تستدرج يعني ضحية معينة بحيث أنها هي تمانز معاها علاقة شعزة أو علاقة جنسية خارج إطارة شرعية هي بتكون يا إمتا تعاني من الهوس الجنسي واللي هي يعني الرغبة في تكرار العلاقة جنسية ومرات تكون مع شخص واحد أو مع أشخاص مختلفين وذي بتصل لحد العلاقة الكاملة أو العكس أنه يعني تخلق عدد كبير جدا من العلاقات ما بالضرورة يكون فيها يعني علاقة جنسية مكتملة ولكن فقط تحرش يعني عايزة شخص يكون معجبين يعني هي أنتو بتعتبروا أنها هي مريضة يعني المرأة المتحرشة مريضة مريضة لكن يا أستاذة سامية ما يمكن هي عندها حوجة يعني هي امرأة يمكن مقبوطة مثلا كده يا أستاذة فاطمة لو وصلنا معك الفترة عفوا الفترة بتختضي أنه المال الجنسي كل ضرف واحد يعني إما الجوزة يعني كل شخص واحد ما إن هي تتحرش في الناس الشارع وفي يعني روادع اجتماعية ودينية بتوجه سلوك الإنسان يعني الإنسان بيضن غيم من هو بطفل بيضن غيم من خلال التربية السليمة من خلال يعني التنشأ الدينية السليمة وما إنه ذلك هذه الروادع أو هذه يعني الجسور التي تبنى تبنى من الحفاظ على كرامة الإنسان أي إن كان إذا كان امرأة ولا رجل إلا أن يصل إلى مرحلة العلاقة السليمة طيب ما هي يعني الوضع دا يا لو رجعنا لمولانا أبو البراء يعني وضع فيه تعقيد يعني هاس إنت استدلت بامرأة العزيزة اللي تحرشت بسيدنا يوسف وهو يعني النبي مرسل وإنه كان جميل مثلا يعني معناته إنه فيه يعني ممكن يكون فيه يعني المرأة عندها نرسل عاطفة بتحت الرجل اللي بتخليها يعني يحصل لها إنجزاب نحو الرجل ويحصل لها يعني إعجاب وكده لمرحلة التحرش هو الحالة دائما يعني ممكن نقول مرضية هي وبعدين أنا موافف في إنه قبل ما تنتقل هي يعني أنا ما بتخيل إنه فيه بيت فتاة ممكن نسميه تحرش يعني الناس بيشوفوا فيه حركات تمت مع نجوم وتمع أو فنانين أو كده كيف يعني يعني فناني جي في جامعة ولا في مكان ولا في حفلة وكده وتجي بيت بعد ذاك يعني بيكون في سلوك علاقة سلوكية معينة موجودة والنصرح فاتكلمت علي كم حالة فيها يعني تعجبه في المنونس تعجبه بعد ذاك المهم بعد ذاك بيكون في سلوك غير سوي ممكن نسميه شنو هو سلوك غير سوي يعني هو يعني فنان بيتجي بيت فنان قبلته يعني فعل غير سوي يعني نقول فعل غير سوي غير متقبل يعني عادة الناس إنه الفعل دا مستقبع عندهم طيب الكلام دا ذاته يعني كونه تولد إنه فيه سلوك زي دا أكيد ما نتج صدفة يعني أكيد في تراكمات معرفية يعني المشكلة فيه يعني إنه إحنا ما متقبلون يعني هو سلوك غريب على السياق الثقافي الاجتماعي اللي إحنا عايشين فيه غريب على السياق الثقافي الاجتماعي أن إحنا موجودين فيه طيب طيب ما هي ممكن تكون جاية من يعني السياق الاجتماعي الثقافي دا ذاته كله فيه إحنا ناس متنوعين يعني في ذول ممكن لكون جاية خلاصة نقولت السلوك دا السلوك دا كونه هو نتج الآن ظهر سلوك أكيد فيه أسباب دا أول يعني كفتاة بيت لم تزوج أما قضية إنه هي متزوية وبعد ذلك تحرشت بشخص أيضا فيها أسباب يعني يعني حتى مرأة العزيز بها أسباب طبعا يعني ما في شي بدون سبب وبعد ذلك السبب ممكن يصل حالة يعني بعد ذلك ممكن يصل حالة مرضية طبعا يكون حالة مرضية أو حاجة يعني شخص محتاج أو عنده رغبة زايدة أو أي شكل من الأشكال يعني ليس تحاملا ولكن يبدو أنه في مشكلة إشكالية بالنسبة للمرأة ذاتها يعني هي عندها من المشاكل في يعني في وضعها في المجتمع بحيث أنه حتى التحرش دا ما هو ممنوعة منه يعني هو يعني فعل ممكن يكون يعني أي إنسان يقوم يعني عنده حاجة يعني زي ما قالت الأستاذة فاطمة يعني لكن ما يلبيه عبر انتهاك لزولتاني أيوة معناته إنها يعني هس إحنا يعني أنتم ممكن التلاتة اتفكتوا على إنه هي الأصل فيها ما إنها متحرشة مش كده يا أستاذة فاطمة معاني أنتي نعم طيب يعني كأنه يعني فيه إشكالية مضاعفة للمرأة يعني هس إحنا الموضوع عن تحرش الرجل بالمرأة كل الحاجات بيقيت مختلفة ومقلوبة تماما يعني الرجل المتحرش بهه بيقول إنه هو مبسوط ما حاسي بانتهاك كرامة ولا حاسي بمشكلة زي هذه لما يأتي ما باتحرش نحن ذاته بنقول إنه دي ما حاجة طبيعية أنت بتقول إنه معناتها فيه مشكلة معناتها فيه حاجة مرضية هنا الأستاذة برضو بتكلموا عن إنه فيه حاجة ما طبيعية ده ذاته هسي ما مشكلة للمرأة يعني إنها هي حتى فيه أخطاء معناتها فيه مشكلة كبيرة إنها هي وقعت فيه الخطأ الدولة كده طيب إحنا نرجع بالصورة أو نوسع الصورة شوية يعني هي تلينة جاءت لإنها تتحرش هل نوع من الهوس الجنسي اللي يصبح رغبة متكررة في إنها هي تمارس جنس مع أي جنشة يشبه حاجتها دي وفي الحالة دي هي حالة مرضية يعني بعض الحالة المانية أو الهوس يمارس الجنس بالصورة متكررة في الحالة دي بتكون مربوطة بيمرض وبيميله لإنه مثلا بيحبه الشباب بيحبه الأشخاص المشهورين يعني زي ما مولانا طرح إنه مثلا في واحدة من الشابات قبلت فنان مشهور مثلا لكن إحنا دي سياقات اجتماعية يا أستاذة فاطمة يعني هاس التصرف ده في أي مجتمع تاني ممكن يكون ما فيه مشكلة يلا في مجتمعنا إحنا يعني دي سلوكيات دخيلة علينا دي سلوكيات دخيلة علينا يعني الحاجات اللي تحصل في الحفلات التجمعات في الجانعات ممكن يا أستاذ فاطمة إحنا أحكامنا تكون بالإجمال ده إنه الحاجة يعني دي سلوكيات دخيلة دي ما أخلاقنا يعني أخلاقنا دي إحنا منه ما إحنا في نهاية مجموع أفراد ممكن الحاجات دي من تختلف من فردي لآخر ومن إنسان لآخر يعني إذا تكلمنا عن الغيم الدينية الغيم التربوية الأنتربية السليمة في الأسرة وما إلى ذلك إذا رجحت للنقطة اللي أنا بتكلم عنها الآن تتخطينا حتى إنه هو حالة مرضية النوع الثاني إنه يعني المرأة المتزوجة ليه بتتحرش بصرف العاها ليه بتتحرش بالشباب أو بتتحرش بالرجال هل هي بتعاني من حرمان؟ نعم يعني هل هي بتعاني من حرمان؟ بحث إنه الشي بتعيش دي ما بيوفر ليها يعني علاقة بكاهم أو إنه في غياب دوجي في البيت يعني الزوجة موجود لكن ما في علاقة بينها وهي بتعاني من ضغوط اقتصادية واستخدمت التحرش دي وسيلة لإنه تستردد بيو أو تعيش بيو في مستوى معين يعني بتتحرش بيضحية معينة مثلا شخص سريء شخص دي يقدر يوفر له حياة طيبة شخص دي قدر يصرب عليها ودي كثيرة جدا يعني الظاهرة دي إذا سبحت لي حتى في المجتمعات يعني مجتمعات المقتربين في الخارج كثير جدا جدا من النساء السودانيات اللي موجودات مثلا في المجتمعات في الخارج المجتمعات العربية اللي عايشين على وضع معين مثلا يعني ما بيوثلهم حاجاتهم أو مطلباتهم وبيعانوا من غياب الزواج من الشهور لانه شغالين ملادي المبيعات أو في مدن ثاني أو ما إلا ذلك بيمينوا للحاجة دي وبيعمدوا للحاجة دي ومنا في الحالة دي ما في راد عديني ما في راد عصلاقي ما في رقابة يعني في أشياء كثيرة مثلا بتحكم المسألة دي نعم بنشكرك جدا أستاذة فاطمة على مشاركتك معنا في الحلقة وبنرجع ليك يا مولانا يعني تفتكر إنه الدين عامل إيجابي والعامل سلبي في قضية التحرش النساء بالرجال يعني هسي يعني المرأة دي وضعت في قالب يعني قولبة كده إنها هي مفروض شكلها يكون كده مفروض إنها هي زوجة عندها شكل حتى لو هي يعني حاصل لها اكتفاء ولا إشباع ولا ما حاصل لها كان ما حاصل لها بتمشي تفتش بالمضايرة لو كده يعني عشان ما تخرج من تعبو معين هي مقتوتة فيه هو الدين دائما يتكلم عن كفاية الناس يعني يعني الدين أراد أن يوفر للأسوياء حاجاتهم قبل أن ينظر إلى يعني دائما الأسوياء يقولوا يعني الآن الأسوياء من الرجال ما يتحرشوا مطلقا بالنساء هما الأكثرين والأسوياء من النساء السويات ما يتحرشوا فمن هما الأكثرين فبعد ذلك الدين بفتش عن توفير حاجات النازل باحتبار إنهم ما يقوموا يجوا للقلة القلة المخطئة دي فبركز الدين بمعنى سماها يعني يعني دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة كلها 13 سنة فتش عن بديل البديل دي معناها إيجاد حاجاته الناس الأسوياء الناس اللي بيكونوا معاهم دائما التركيز عليه قضية معينة ودي سماها شريعتي ثقافة الممانع على المنع يعني دائما الناس الآن التركيز على المنع ما على الممانع اللي هو الممانع دي بتنشع فيها دور المناهج التربوية المتصلة ودور المناهج التعليمية ودور الإعلام والقضايا المبروقة ودور الدين والمسجد في القضايا الحية اللي بتناولها طيب خلونا قبلنا نواصل نواصل استماعنا للضحية لو جاز الكلمة سيد سيني نواصل بتجي تقولك والله فلان حصل فلان دي قالت عنك كده يعني تنقولك كلام صحبته يعني في حالة زي دي أنا مرد بها كثير تجي واحدة تقولك والله فلان قالت والله انت ذو الظريف والله فلان انت قالت انت عسل شديد وفلان دي يعني في الآخر افتك الدموع من حالات الاستدراج يعني لي علاق انت بتكون ما منتبه للزولة دي لكنهم بحاولوا يستدرجوك ليها انت كرجل مرات بتنشيك بالمسألة دي لشوت بتكون انت مرات مرات يعني بتأقروحك انت تخدع نفسك والشيطان يخدعك يعني انت بتقول انا حامشي معه اجارية اشوف دايرة شنو بالجارية بالجارية مرات بتنزل معاه من المواصلات بتقعد جنبك تلقاتها تلتصغ بيك شديد جدا انت اللي برضو تلتصغ بيها بعد شوية المسألة تتطور تلقروحك انت ما عندك كنترول على نفسك تنزل معاه بتتحاول كل مرة بتكتسب خبرة من المسألة دي لكن طبعا مؤكد انت ما هتنهرها ما هتشاكلها ما هتقول لا ليه تحرشت بي لانك ما بتشعر بالعكس بتشعر بزهو شديد انك انت كرجل المرأة دي دا رغباك يعني عندها رغبة فيك وكده بتشعرك بالزهو لكن اصلا ما بتكون عندك احساس بالاضطهاب و بتحيس انك تتتعدد عليك اي نوع من التعدي يعني واحنا كمجتمع شرقي ومجتمع كده ما بنشعر بانه في تعدي علينا بل بالعكس بتشعر انك انت مرغوب انه النساء دايرينك وانه البدي دايراك وكده وفي حالات انت بتكون عارف انت هتمشي معالية الدرجة تتكلم معاك تشوفها دايرة شنو يعني انت زاتك تستعلي عليها كده في طريقتك في تعاملك معاها يعني النساء بتحرشوا بي مختلف انواع الرجال لكن دايما هي بتشوفها المفضل يعني الرجل يعني في مكان العمل ولما تكون رغباك لينقليه شخصك فقط الرجل الوسيم الرجل الوجيه الأنيق كده بيتحرشوا بيهو كتير جدا بيتحرشوا في الرجل عنده مكان اجتماعي المدير في الشغل الزور المسؤول في الشغل برضه بيتعرض لتحرشات من الوسط الشغال معاه الرجل في الشارع المرأة تحس انه مثلا سائق عربية جميلة بتحس انه مرتاح شكله مرتاح وعنده قروش يعني مقرش وكده برضه بيتعرض لتحرش من النساء في كتير من الأحوال يعني المرأة في الآخر بتفضل الرجل طالما هي ما عندها بيهو علاقة ما بتعرف شخصته ما بتربطه بيهو علاقة في حالة التحرش بتعرف بتفضل الأفضل يعني الأكثر الوسيم الأنيق عنده قروش وكده عشان حسب أغراض من العلاقة يعني فالتحرش بين الرجال أشكاله مختلفة ما دايما بقول إنه المرأة بتتحرش بالرجل بعشكال مختلفة في ظاهرة بتاعة المرات انت امرأة تستدرجك وانت بتكون مثلاً انت بتحرسه في الليل يعني في الليل زوجها لأي سبب من الأسباب ما قاعد يبيت في البيت أو شغله بيتطلب إنه في أوقات يكون ما فيش هم يقول له الدجيران تعال تعال أحرسه أو قريبه تعال أحرسه وكده وفي ملايق حكاية الحكايات والقصص في الاتجاه ده إحنا قاعدين نسمعها كأولاد بتداولها الأولاد فيما بينهم والشباب فمثلاً واحد تقول له تعال أحرسه هي تبتدي تستدرجه بالكلام عن الجنس بالكلام عن المسألة دي تهزر معه بمرر الأيام تلبس ليبس خفيف بالليل وهو يكون موجود قاعد تدعش معه وزوجها ما فيه وبيحكي لينا واحد صديق إنه كانت المرأة كان بيحرسه بالليل فبدت كل مرة بتجي تلعبسة في دوم خفيفة جداً قدامه فهو في الأول بيفتكر إنها حاجة عادية بعد الشيء بيقى تزيد المسألة كل مرة تزيد أكتر وكده فبرضو هو كان يعني متماسك وحافظ مفتكر إنه المسألة دي عادية وبيحترم زوجة المؤمن ولياده ففي الليلة من الليالي بتقول ليه هو تعال عصر الله يضهري فقال هو جاء وبدي عصر الله في ظهره فبعد شوية بدي الحاجة بيقى تماع طبيعية وبدي يتعرق كده ويتوتر فبديدت هي تهديه وتضحق عليه كده وبعد شوية بدت المسألة تحولت إلى عملية جنسية كاملة وهو حتى بيحكي بيقولي إنه بعد ذلك بيقوا كل ليلة كان ببيت معاه يعني فدي حالة من حالات الاستدراج بتتم لرجل يعني أو ولد شاب ودائما ده بكون في عمر السبتاشر في مرحلة بين مرحلة التحول من الطفولة للرجولة يعني بدون ما الناس يشعروا فالمسائل دي بتحرش الرجال النساء بالرجال موجودة والناس ما بقدروا ينكروها يعني وكثير من الآن متأكد كبير من الرجال الآن بنتعرض لها بطرق لطرق مختلفة هكذا يتحدث الرجال عن تحرش النساء بهم يا أستاذ سامي شكرا جدا أنا بحقية عندي كم نقطة عايزة أتكلم عنهم عامل ألقى يعني الوقت وكده أول حاجة عايزة قبل ما يعني علق على مداخلة الأخصين دي عايزة أتكلم قبل عن الحكاية بتاعت التعليغ التي ذكرتين أنه يعني دمى عاداتنا ودمى أخلاقنا وكده بتاعت الحكاية البنات أو البيت القبلة الفنان وكده أصلا هنا في السودان يعني العلاغات حقتنا في السلام وكده ما عندنا حكاية القبلات دي يعني طريقتنا في السلام حقنا الزمانة اللي شفتنا عندهم ماتنا وكده يعني بنسلم يعني لو خلاص يعني المسألة فيها حميمية شديدة بنسلم بنضع عندنا أيوة أيوة اللي هي في الكتف وكده فحكاية القبلات دي دخلت مؤخرا يعني يمكن التلفزيون والمسلسلات وكده وإحنا لا نرفض الحميمية لكن الحميمية يعني عندها إطارة مفترض تكون أيوة لكن هما ما ناس يعني إحنا منهم في كل جيل بيجي عنده حاجات وعنده ثقافة وعنده حتى يعني خطوط الحمراء بتختلف عن الناس لكن أنا أنا غيرت شخصيا يعني ما بعرف هل ده تحفظ مني ولكن كده لكن أنا بعتقد أنه هو كمان العلاقة الحميمية دي ما مفروض تكون يعني مفتوحة كده يعني هي اسمها حميمية يعني هي مفروض تكون في أطر يعني عندها علاقة يعني ما بالعلاقات العابرة بتاعة يعني الإعجاب بالفنان أو الإعجاب بالناس المشهورين لعبة الكورة يعني ما يعني الموضوع ده ما نخلي عادي أنا غيرت شخصيا شايفة كده الحاجة الثانية يعني الأخ يعني سيد لما تكلموا كده تتكلم عن مواصفات الرجل المتحرج به يعني هما يتكلم عنهم الوثيم الأنيق اللي عنده قروش العربيد كده هما ديزاتهم يعني هما بيتظاهروا بينهم هما ضحايا لكن هما صيادين يعني الواحد فيهم بيكون سايكة العربية وبيتلفت يعني حارس يعني وحدة عائلة فأنا ما بقدر أقول عن ضحية وله ذاته أنا سيندا في تحليل الشخصي هو ما ضحية بأمانة يعني أنا شايفة إنه هو بالعكس وذاته محترف هو قال إنه ما حاسن ضحية يعني عشان كده الضحية دي بعيد عنه كل البعد يعني عشان كده عايزين كنا نعرف التكييف القانوني يعني هو التحرش المشكلة فيه إنه يعني الطرف بحيث إنه هو بالضبط حصل له انتهاج حصل له إذا الشعور ده انتفى ده غايتو كما عنده اسم في القانون ولا ما عنده اسم في المجتمع نشوف لين اسم نوصفه لكن كونه ضحية متحرش به هو ما وله ضحية وله متحرش به بعدين القصة الأخيرة الحكادي يعني دي قصة يعني زي أنا ما يعني بحترم يعني الحكوة القادة وما عندي ده ما دارت شكك فيه مصداقيته من عدمه ولكن يعني القصص تداولة القصص زي ليه حقيقي بقطع المروه نحن علاغاتنا يعني ما يمريزنا في الوطن العربي وفي جيراننا من الدول وكده إنه نحن يعني ما بيخوين يعني أولادنا وأولاد أخواننا يعني الرعب الموجود في الدول التانية من الأخ الراجل والحمو وكده ده ما عندنا دي الصغافة الدخيلة الكلام اللي هو تكلم عنه بتاع إنه والله جوا الدجيران وما بعرف شنوه هي دي قصص يعني منسمعه يعني تفتكرين أن ما حاصلة مسلاً؟ أنا شخصياً يعني 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 أنا ما في وضع أقول هي ما حاصلة ولا حاصلة لكن هي ما بالكثافة يعني هو بتكلم عن الناس في مناطق طرفية والحاجة دي عندهم منتشرة ويعني الحاجة ده تفتكرينها حتى في الدين ما هي يعني توضعت لا حدود وطرق كده مش كده؟ هي والله يا أخي ثقافة الممانعة للأنا كنت بتكلم عنها وما كملت كلامي هي ضد هي طبعاً الرجال عشان يصنعوا بطولات لأنفسهم بعد ذلك بيقوموا بجيبوا القصص دي بيات وعمال ولاقاء واتحرشوا بيه لأنه قريب فبيقعدوا بها كده هي بيقعدوا بها كده قضية بتاع البطولات بس لكنها ما موجودة دي ساعد دعاءات من الرجال هي غير صحيح غير صحيح حتى تتكلم عنها ظاهرة وبعد ذلك حتى الرجل الآن لما يتكلم عنه انه يتحرشوا كده ما بيشعر انه هو تأزى ولا فيش وقع عليه ولا فيش حيلحق بسمعته لا بل العكس حيكون كده هيصعد هاي بيزه كده خلاف المرأة طبعا حتى لو تأزت هي لكن هي دي ما مشكلة يعني هل دي مشكلته هو كرجل يعني كفرد ولا دي مشكلته كمنظومة زي ما انت قلت يعني مجتمع ذكوري اي ما خلاص انا ما قلت من مين تنشأ الممانعة الممانعة بتنشأ قلنا منظومة تربوية كاملة في معرفة الحقوق والواجبات بين الأطفال البنات والأولاد في البيت وبعد ذلك القضية المناهج التعليمية وصفياتها والمواد الموجودة والتلقين والتفكير ومنظومة متكاملة طبعا والإعلام والقضايا البناغشة يعني في قضايا حية موجودة على أرض الباقي حية جدا انا ما افتكر بأي طريقة من الطرق انه قضية انه والله في رجل وبعد ذلك هو هو الدجيران بنوم مع الامرأة من اجل انه يحرسها ما هي الممارسات هذه موجودة؟ لأولادين ذاته في البيت في وقت انه ما يدخلوا حتى على ام واخواتهم حين يضعون ثيابهم يعني بعد ذلك خلاص انا بعرف انه يعني لما سأل شخص انه نبي صلى الله عليه وسلم كيف قال ليه تحب ان تراها وهي عارية ما خلاص النوم ده شكل من الاشكال الانسان عايز ياخد راحت وعايز يعني ينوم بالطريقة فانا حتى متخيل لي انه يعني القضية فيها ضوابط يعني ما مفتوحة لكن ما احنا عندنا العرف اقوى ممكن يكون حتى من الفقه يعني حتى العرف الموجود يعني الزاهرة دي هي موجودة في كثير من المناطق العرف الموجود عند السودانيين في قضية الحماية ولا خضية الدفاع يعني محمي بأخلاق يعني يعني يتكي علي أخلاق موجودة معروفة يعني انا بجيب حادثة هجرة ام سلمة انها لما جات مهاجرة اخده شخص لم يسلم بعد عثمان بن طلحة وبعد ذلك مسك من بعيره وهو مشرك لحد ما وصل للمدينة قالت لم يلتفت يبقى العرف الموجود عندهم حتى في الجاهلية ان يحسن اليها وهي امرأة بالخلو سائقة ويقودة وبعد ذلك لو عايزة تنزل كذا ثم يتوارى عنها حتى تنزل ثم يعني في اخلاق نفس الاخلاق الموجودة ما كانت بعيدة في الموجود وعندها ضوابط في السودان فلو انه المنظومة العرفة اللي هو اقوى من قضية الدين فهو بعد ذلك يلغى العرف ويبقى قضية ما هو الدين بيصنع عليك فضائل بيصنع عندك هذه القيمة وبعد ذلك يعني هي دائما يعني الضرر في يعني الوصية الوصية حتى الوصية على المرأة لانه هي البيت الضرر بعد ذلك يعني ما الرجل هو البيت الضرر مطلقا من هذه الحادثة وانا يخيل لي انه يعني بعد شوية ذي عملوها حالا رجال انه والله يا اخي احنا علينا مرر في تحرش في اشياء موجودة على ارض الواقع انا بعرف يقينا انه يعني النساء خاصة البنات غير المتزوجات انا ما اعلم في انه في متزوجة وما بس من متحرش من اجل مقابل من اجل حالة نفسية هي بعد ذلك انا بربط كل قضية التحرش نقول اسمه تحرش امرأة بالرجل ورجل المرأة هي عندها متعلقة اما حاجة حاجة مالية بعد ذلك حاجة نفسية حاجة او جهل ولذلك طوال قضية العلم نعم احنا طيب بنفس القدري الرجل المتحرش يعني ممكن يكون كثير من شباب يشكوا من الكبت من عدم امكانية انه هم يكونوا يتزوجوا لكن التحرش ما الحل نعم لكنه احنا برضو ممكن يكون عنده كثير من الاشكالات انه هو اتفقنا ما قادر يعني ما لاقي حل يقوم بيركب المواصلات يتحرش بامرأة برضو ممكن تستجيب ليه وممكن ما تستجيب ليه انا سميته في حاجة نعم في حاجة نفسية مالية يعني السبب انه في حاجة او في جهل يعني انه جاهل الاضرار المترتبة على الفعل او في مرض زي ما قالت استاذة فاطمة او في حاجة مريض نفسي المهم في حاجة ولذلك الشريعة المبدأ الاول توفير ايجاد حاجاته الاسوية اهتمام بحاجاته الاسوية يعني في زولة الان جهده كله بيتكلم عن انه الشخص ده كيف نعاقبه كيف كده كيف نقطع كيف نمنع ما بنتكلم يعني ما بيتكلم يعني الان هب انه في شخص قالوا له في حادثة وقعت ما بينظر خلفه ما الذي دعاه ان تحدث الاسباب يعني ما بنتكلم عن جذر الحاجة الجزور والعلاج نتكلم انه كيف نحن نعمل حماية نوقع عليه فمم نتكلم وبعد ذلك يعني بنخلي الاسوياء بنقوم كل جهدنا بينصد هنا مع الغلطان ده فبعد شوية الاسوياء ماذا عايزين نوفر لهم احتياجاتهم عشان ما ينحرفوا ما هو المفروض انا اوفر حاجاتهم على اساس انهم ما ينحرف فلما نشغل نتكلم يا ايه مغلانا كل الاسوياء ذي هجوب بعشية هتلقى الكمية من الكلام نعم لان انت المحطيات اللي عندك بتخلي الاسوياء ما اسوياء بدل تقوم عدم الاستواء بتخلي الاسوياء هم الامشوا في اتجاه انهم عدم الاتزان وعدم الاستواء طيب خلونا نتكلم عن عن نوع تاني من التحرش بالرجل يعني الناس بتكلموا به كثير الرجال مهمسا اللي هو تحرش الرجال بالرجال يعني ضحية سيث سين تكلم عن تحرش الرجل بالرجل ممكن نسمع الرجل بلده ممكن تتحرش من رجل يعني تعرض التحرش بالرجل يعني ما دايماً التحرش الرجال اللي بتعرضوا ليهو التحرش اللي بتعرضوا ليهو الرجال دايماً من النساء أيضاً من الرجال يتحرشوا بالرجال وهنا فيه إشكالية في أنه الرجل المثلي الرجل المطبيعي هو يبحث له على الرجل عشان يمارس معاه المسألة دي فممكن هو نفسه يكون فيه دوراً مرأة يعني يهبشك بطريقة مزعجة جداً بطريقة جنسية كده وكده ويحاول بنظراته أو بطريقة كلامه الفيولين فيه أنوثة كده يفهمك إنه هو من النوع ده ويحاول يقرب منك عشان يشوفك أنت هتمشي فيها تتجاه بيكون ده اللي هو رجل يفعل معاه الفعل ده يعني وفيه رجل آخر يتحرش بك عشان هو يفعل المسألة دي لكن برضو فيه تحرش اللي هو من المثليين بيتحرشوا بالرجال عشان يمعملوا معاه الفعل ده وإنت في الحال دي في الحالتين بتشعر بيتشعر بيعني لما يتحرش بك رجل بتشعر بإهانة شديدة جداً المسألة بقد تتحول لمشكلة كبيرة لو كان ممالقة استجابة يعني لما يتحرش بك الرجل مثلي دايرك أنت تفعل بالمسألة دي وإنت ببتعملها برضو بتحس بشمئزاز شديد اتعرضت لحماتيريا بتاع التحرد مثلي بإنه أنا كنت سائجة العربية والشري زول ركب معاي في العربية ركبته لو قطى بالليل فأفاجئ بإنه الولد بتتكلم بطريقة ما لطيفة طريقة فيها بطريقة أنسوية كده قول لي لأ أنا ماشي أنت ماشي وين بيقول لي أنا والله ممكن أمشي معاك أي حد وبتتجيبها شوية وخدت يده كده في يدك وكده في رجلك وأنت سائجة العربية فبعد بوقفت ووقفت طوالي في نفس اللحظة قلت لي أخي أنزل أنا ما ماشي لقدام يعني فبتتعرض للحالة دي وقل ممكن أمشي معاك يعني أفتكر أنه ما أفتكر تقول يعني هي الآن موجودة يعني الناس ما بقدروا نكروها حتى أنه مصلا قبل كده ركبت لي زور بالليل بيقول لي يا أخي ما تركب الناس بالليل لأنه ممكن زور يقول والله أنت عملت لي الحاجة دي يعني بقيت نفس مسألة البنات يعني في الشوارع موجودة موجودة بتلقى شباب بالليل واكفين لما انت ركبوا الزور في العربية تكتشف أنه ما طبيعي يعني هم مثلي وهديرين من الحاجة دي وكده أنت لما تتعرض الحاجة دي فيها نوع حالتين لما يطلب منك المسألة دي ويعتقد فيك أنك كنت مثلي فيها إهانة شديدة جدا يعني إهانة مزعجة خالص خالص ودايما بتحصل فيها بتتحسن بالأيدي يعني فيها ضريب وكده الشخص الآخر المثلي لما يكونك دارك تعمل به وتعمل لي الحاجة دي وتشعر بالإسمئزاز يعني بجي أكثر إحساس بجيك إسمئزاز بتحسبه زول ممكن تسيقه ممكن تضربه وتبعده منك وطبعا في الآخر ما حيقدر يدافع عن نفسي مولانا نسمع رأيك في الكلام ده يعني رجال يتحارسوا برجال والله يا خيري موجودة طبعا يعني القرآن تكلم عن حالة قوم بإقالة لهم إنهم دافع لهم وموجودة يعني هل يزدادت هل الظاهرة دي ازدادت في مجتمعنا السوداني ولا حاصل شنو ولا حاصل انهيار في قيمنا في مجتمعات غير سودانية فيها الظاهرة دي بكمية حتى يمكن قريب لي عادية وبعد ذلك بيعطبر إنه الشخص إذا معرف بعد يترك الفعل ده ويعني لكن يعني فيه يعني أدت قننت للحاجة دي أطرتها يعني أدتتهم حقوق قدتهم كده لا 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 أحسن بتكلم عن حقوق نعم هي بالمناسبة مرفوضة في كل مجتمعات نعم في مجتمعات المتقاربة لنا يعني يعني في مجتمعاتنا في المجتمعات العربية الظاهرة مرفوضة وبعد ذلك صاحبة بيكون يعني بعيد منبوز وبعد ذلك خاصة إذا كان معروف وخالص يعني بيكون بعيد جدا وهي واحدة من الحالات نحن ممكن نسميها حالات مرضية يعني حالة مرضية نفسية تحتاج إلى العلاج لكن لأنه الشخص لا يستطيع أن يتحدث لا يستطيع يعني ما عنده مكان في أنه هو يبحث عن علاج يعني إلى الآن ما في يعني ما أدري أنا لكن ما فهمت أنه في مستشفى أو في طبيب أو في مكان أو جيهة نفسية تستطيع أن الشخص نعم يا أستاذ سامي يعني الشخص لا يستطيع أن يتحدث طيب أنا حقيقة بتفل مع مولانا في أنه فعلا إحنا يعني زي ما أنا بديت كلامي أنه إحنا ما ننكر أنه في الظاهرة موجودة لكن أنت سألت سؤال هل هي ما كانت موجودة وبيقة الآن موجودة ولا ليه ظهرت على السطح وكذا أنا بعتقد أنه يعني هي موجودة بس إحنا يعني بطبع يمكن التركيبة بتاعت الشخصية السودانية وكذا ما بيحبوا الكلام عنها يمكن حسا يعني الأجهزة الإعلام ويعني الكلام عن الظاهرة المثلية نفسها في العالم يعني بيقت الكلام عنها يعني بيقى موجود عشان كذا بيقت موجودة يعني بيقى الكلام عنها في السودان ممكن أن يكون موجود يعني وكذا لكن أنا يعني بيستحضر الآن يعني الفيلم أو الكتاب بتاع عمارة يعقبيان إنه هي كانت المثلية جاءت للشخص ده نتيجة تحرش تعرض له وطفل فنحن أفتكر يعني لازم نتكلم عن الظاهرة دي من الزاوية دي أنا ما يهمني في الأمر إنه أنا دائرة يعني إنه هم ضحايا أنا أقدر أقول كلهم هم ضحايا لكن بقدر أقول فيه جزء كبير جدا يعني ممكن يكونوا تعرضوا للمسألة دي لانتهاكات يعني يعني قانونيا يعني تعاملكم معهم كيف مثلا وجاتكم حالة بتاعة رجل متحرش برجل أو رجل هي أفتكرون العقوبات مجرمة مجرمة يعني هل بتجيكم كثير بتجيكم كثير والزنا يعني كحايتين يعني نتو خاصة يعني تحرش بالهر أقلنا تحرش برجل يعني أنا يعني 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 عملت لمدة كم وعشرين سنة في المحامة يعني يعني العمل العام دي ما ما تعرضت لي أو ما يعني جاتني كيس أو حالة يعني فيها يعني دوسر بتحاول هو فعلا بتعرضوا لها صغار أبطال وحالات وكذا فبيحاولوا يحاولوا يكفلوا عليها ودائما دائما المجتمعات المعزولة يعني يعني محل مكفول لشباب لأولاد لوحدهم بتكون فيه الحالة وبعد ذاك نفس الفعل دائما معارف ناقشتوها برقو ممكن تحرش امرأة بمرأة يعني يعني كما فيه رجل مع رجل فمرأة مع موجود يعني وبعد ذاك بتحصل يعني لو في زول بعد ذاك حصل زول بتحصل له صدمة نفسية طبعا خاصة إذا كان صغير أو طفيل أو كذا وبعد ذاك المسألة دي أثارا نفسية بتصمر مع الشخص وللأسف يعني هي ما بتصل للمحاكم وما بتصل للطبيب النفسي المعالج النفسي وما بتصل يعني بعد ذاك بتكون حاجة ما معروف وين تمشي والعلاج ليها يكون كيف علاج وبعد ذاك يعني الناس إذا تكلموا هو الغانون مجرم الفعل طبقا لنا ناخد المقطة دي حنا فيه خواتيم كلامني أستاذ سامي أريد أن أقول حاجة أنه يعني في الأماكن يعني أماكن السجون والحراسات وكذا يعني فيه كثير من الشكاوي بتحصل لأنه فيه ناس بيتعرضوا لكثير من التحرش التحرش وكذا نعم التحرش الميسلي بيني عن الواحد نعم طيب يعني إحنا في خطام حلقة التحرش ده أزيل نتكلم عن قانون التحرش الجنسي ما في الغيط هسا قانون يعني هسنا الناس دي كلهم وكفي في مستوى واحد يعني كلهم بيفتكنوا أنت فيه زول دي أتعد عليك فيه زول دي أتعدد عليك فيه زول لكن ما فيه قانون لا لا يعني حتى اللفظ نفسه بتاع التحرش الجنسي ده يعني القانون ما استوعبوا يعني بتكلموا عن أفعال فاضحة طيب أنتو كمجتمع مدني وانتو ناشطين كنتو تكونوا ناشطين اجتماعيا ونسويا ومولانا أبو البرا حتى عندو اجتهادات في مجال الفقه والفكر الإسلامي يعني ما كان في أي محاولات أو في مناقشات أو كده يعني وضع قانون لمناهضة ومحاربة التحرش الجنسي بكل أشكال في دعاوة كثيرة جدا وورش وندوات تتكلم عن أنه ضرورة قانون تتكلم عن التحرش الجنسي يمكن الناشطات بركزوا على التحرش الجنسي ضد النساء أنا يعني بفتكر القانون يعني يتحدث عن التحرش يعني كله يعني التحرش سواء كان من النساء ضد الرجال أو من الرجال ضد النساء إحنا نحارب فكرة التحرش كفكرة أصلا يعني ويكون في تشريع بيعترف بها ما هو أصلا يعني القانون ده كل مخلوق البشري يعني ينمو ويتطور وإحنا حقيقة القانون بنكون عايزين يعني نقطر به الأطور بتاعتنا يعني ممكن يدعم القانون لمناهضة التحرش الجنسي طبعا وموجود في دول كثيرة يعني من العالم في قوانين بتحكمت يعني الأفعال اللي هي تعاد تحرش وكذا فأنا يمكن بتحضرني طرفة إنه يعني حكى لنا يعني أستاذة في جامعة وكذا كان بتكلم إنه هو كان مبعوث في إنجلترا فأظيم كان في واحد بيسلم على وحدة يعني بقول لا يقول مؤنن كل يوم وهي ما بترود فلما كرر ثلاثة مرات مشت يعني فتحت عليه وبلاء وفعلا أدين بيتحرش يعني فقال يهو يازم بيحكي لهم ولا شنو يعني أنت تقول مراتين اللي يزول صلاح الخير وما يرود لكم هذا الله أصدر مشكلة كبيرة طيب يا مولاني إحنا في خلاص يعني في الدقائق الأخيرة أو في السواني الأخيرة من برنامجنا يعني عايزين نشوف إنه هل ممكن إنه يتسنى قانون؟ والله قانون الأخلاق أبقى وأقوى من القوانين التي لكن ده ما موضوع فتفاض كده يعني أنت القانون بيح من ناس أنا أتكلم القانون أنا ليست ضد أن يكون هناك قانون يمنع ويجرم ويحاكم ويعاقب كل لكن قانون الأخلاق التربية مش النلد ربي كده لا قانون مناهج التربية مناهج التعليم والحشو المناهج الإعلامية والقضايا التي تتناولها والمناهج الدينية وعلاج للقضايا مهم جدا والعلاج لكل الأشياء ذي نحن في حاجات حاجات نفسية حاجات خلاقية حاجات اقتصادية توفير حاجات الأسوية هي التي تعالج كل مخالفات القلة المخالفة أنا بس عايزة أقول نقطة زمانية فضليه كل ما أخيره في سواني في فلاصح نزمن هو القانون أصلا يعني بيأثر للأخلاق ذاتها يعني القانون هو بيضع لمنه بيضع يعني كآخر خط أنت لو يجاوزه يعني أنت تعاقب لكن الأخلاق مضمنة يعني وزن القانون كده فيكون عندنا أن الاثنين يمشوا مع بعض يكون عندنا القانون للناس اللي بيجاوزوا المسألة دي الماب بيردعهم الرادع ولا الوازع الأخلاقي ويكون فيه بنفس القدر التعليم والتربية منذ الصغر والغيام الإنسانية الرفيعة هي تكون مستصحبنا يعني في مجتمعنا عموما وكذا في ختام الحلقة بنشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا ونشكر الأستاذة فاطمة مكي اللي انقطع الاتصال في منتصف الحلقة للأسف ما وصلت مكيبا